السؤال بعد كده يقول ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت الشيخنا الجليل سمعت عن استجابة الدعاء بقراءة ياسين 40 مرة ممكن حضرتك تكلمنا بتفصيل اكتر يعني كيف اقوم بذلك بالتفصيل اللي واضح اللي انت حضرتك سمعت بيه او حضرتك سمعت بيه ان ده جاي من التجربة مش جاي بدليل شرعي الكلام على عدد المرات التي تتعلق بيه الصحيح ان ياسين لما قرأت له وان ياسين عروس القرآن فاذا الناس جربت عدد من قراءة ياسين فهذا التجربة ادت باشياء كتيرة اللي ورد فيها مسألة عدية ياسين وما الى ذلك ورد فيها حديث ضعيفة يمكن الاخذ بها اللي هو فكرة ايه جربوا عدد من المرات لقراءة ياسين فأدى ذلك الى ايه أدى ذلك الى استجابة الدعاء منها هذه التجربة انه جربوا انهم يقرؤوا ياسين اربعين مرة طب ليه اربعين مرة عشان مقد سيدنا موسى كان اربعين مرة وكمان عشان كمان النبوة تأتي مع الاربعين فرقم اربعين دوت رقم في بلوغ النطج والكمال فلما نقرأ ياسين اربعين مرة فيوكأنه معنى فيه ان احنا نريد ان نصل الى هذا النطج وهذا الكمال فيبقى ايه المعنى لو حد عمل كده وقرأ ياسين اربعين مرة ثم دعا ارجع للاستجابة الدعاء طبعا ارجع للاستجابة الدعاء احنا بنسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل اليه بما ورد من من فضل وكرم في ذكر سير الانبياء الذي اتت في في ذكر في سورة ياسين والكلام عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما افاض الله سبحانه وتعالى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من نعم فبن نتوسل اليه بهذا الكلام المبارك وبهذه الانوار فهل ده يكون سبب من اسباب استجابة الدعاء وان الله سبحانه وتعالى يكتب ليه الخير ويكتب ليه الفتح بلا شك ان ده نعم سبب من اسباب استجابة الدعاء ان اقرن دعائي بماذا بيثناء على الله او بماتح و احنا تعلمنا ده منين من فتحة احنا فين الدعاء اللي في الفتحة الدعاء الفتحة بعد ايه الحمد لله رب العالمين سناء على الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا أو الدعاء لسه جاي فين إهدنا الصراط المستقيم فتعلمنا أن السناء على الله من آداب الدعاء حتى هم يقولوا كده يقولوا في العلم في حاسمها براعة مطلب يعني إيه براعة مطلب قالك براعة المطلب هو ذكر السناء بين يدي الطلب أن أنت لما تيجي تطلب من حد تثني عليه وإنت بتطلب فخاصة إذا كان مع مولانا سبحانه وتعالى فتثني على الله وإنت إيه وإنت بتطلب منه سبحانه وتعالى هذا فسورة يسين مليئة بالسناء على الله ومليئة بالكلام عن الجمال ومليئة بالكلام عن نهبات الله سبحانه وتعالى اللي فيها تقرب من الله سبحانه وتعالى ويشعرك كمان أن أنت في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى السؤال اللي بعد كده بيقول ممكن تخلي الناس تدعيلي أن ربنا يرزقني بالذرية الصالحة يا سلام أنا أدعي لحضرتك وكمان يأمن علينا كل من يسمعنا ويرانا في هذا المجلس المبارك من مجالس العلم ده من الزكاء أن الناس تأتي إلى المواطن الحسنة وتعمل إيه؟ وتدعو الله سبحانه وتعالى فتعالوا لندعو الله سبحانه وتعالى لها ولكل من طلب أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة اللهم إننا نسألك وأنت الملك وأنت الجواد وأنت سبحانك أنت المنزه عن البخل وأنت الكريم الذي عودتنا على الكرم وعودتنا على أنك تجيب المضطرة إذا دعاك فهذه مرأة تحتاج إلى أنس وتحتاج إلى وصل وتحتاج إلى بركة فأنت يا مولانا حاشاك أن تمنع أحداً وقد جاءك يطلبك ويطلب منك سعتك ورحمتك وأنت تحب اللائزين بك والذين يتحلقون ببابك فها قد تحلقنا ببابك وسألناك لكل من طلب الزرية الصالحة أن ترزقه يا مولانا زرية صالحة تسعد بها قلبه وتجعله يا ربنا من من يلهجون بحمدك والسناء عليك اللهم أزق قلوبهم الفرحة بنعمتك واجعلهم يا ربنا من الرضين المرضيين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر